مرحبا موسم الهجرة الى القصير سيارات وعائلات وكذا تنتقل العلوف بعشرات العلوف الى القصير من جنوب لدنان قريبا من الضاحية الى القصير الى سوريا لماذا يعمل هاجروا سمعوا بنصيحتي قلنا لنطلعوا ويضربوا البنية التحتية الى حزب الله القرار متخذ من شهرين واسرائيل عمط ماطل ليه عمط ماطل ليه يبدو هناك تفاهمات حزب الله مولع بالتفاهمات وبالاتفاقات شو الاساس شو الارضية اللي يقوم عليها التوافق بزمانه قال لي عاموس يادلين كان رئيس معهد الأمن القومي الاسرائيلي الجنرال بالمخابرات العسكرية ومختص بالشأن السوني نعلم لك ليش أنتو بتحبوا الأقليات تتعاونوا مع حمد قال لي بسيطة وقت بتكون أنت عدوي يعني بيقصد العرب السنة طبيعي أنا أتحالف مع الأقليات وده اللي استخدموني بس أنا وقت بدي وقع سلام ما بقع سلام مع الأقليات بقع سلام مع مع مين بقع سلام مع الغلبية يعني طبيعي فهلأ طالما أنتو رفعين شعار العداء هو هون يقفز فوق نقطة أنه مو نحن رفعنا شعار أنت اللي جئت تتعادلتنا مو نحن نرفع رفعين شعار تاريخيا بنحكي لكم بعدين ما كنا على عداء معكم بس هي المشكلة المهم فالتحالف الإسرائيلي مع الأقليات وشكل خاص الشيعة تحالف تكتيكي يعني بمعنى أنه أنا عدوي وعدوك واحد لكن هو بدي أعمل سلام ما بدي أعمل سلام مع إيران بدي أعمل سلام مع العراب اتفاق الإبراهيمي ومدرشو كذا تعرفوا هيدا الصلاة ها فكرة اتفاق الإبراهيمي هيدا فكرة وتصميم عبد فتاح يعني تسدوا أنه كوشنير وترامب ومدرشو لا هيدا فكرة هيدا المخابرات المصرية عبد فتاح بالذات كان كان منضبط كبير عند عمر السليم المهم المهم المقابرات العسكرية هي العملتها فالسلام بده يصير مع العرب لكن حاليا حتى يصروا العرب للسلام نحن بحاجة إلى إيران تهددهم ما هيك طبيعي يعني اتخاذوا واضح بحاجة إلى إيران تهددهم وتشعرهم بالخطر وتضعفهم وكذا وإلى آخر لحتى يجوا يوقعوا هذا وجهة نظر الإسرائيلية لبنان شرحوا بده يدعموا الفلسطينيين السنة وبدهم مدرشو لا منشير الفلسطينيين ومنجيب لهم حزب الله وحزب الله يرفع شعار المقاومة لكن هو عمليان بده يحتل لبنان الطرف الإيراني يرفع شعار المقاومة ليفوت على سوريا والعراق واللبنان واليمن والآخر إذن هدفه ليس المقاومة اللقامة وسيلة شعار هدفه الاحتلال إذن هن هنم متفقين هلأ شو التناقض صار صار التناقض أنه الوسيلة اللي عمت تستخدم إيران للامتداد ما بدون يا أبا يعني بدنا تتخلى عن هدفك تتخلى عن وسيلتك وإسرائيل بده يتخلى عن وسيلة دون أن يتخلى عن هدفه يعني إذا الحزب الله بده سيطر على سوريا وعلى لبنان وعلى بطريشو وعلى إلى آخر لكن ميليشيا يعني ميليشيا زعراني يعني حواجز وأمن واعتقالات ومخدرات وقالت ما بده أحسن أحسن منيك يعني أحسن من أنه عدو يبيع المخدرات للأغلبية السنية شو بده أحسن أحسن منيك هذا أكبر تخادم بين إسرائيل وحزب حزب الله فحزب الله بنشاطاته كلها بأهدافه كلها منه ضد إسرائيل هو ضد العرب السنة وبالتالي هذا يخدم إسرائيل وبيضعف مثلا تقول وبيضعف خصومة وحزب الله مهدفه إسرائيل يعني هو ما بده يضرب إسرائيل استخدم وسيلة بس عطيني من إيدك هالسكين والله معك عطيني القدرات العسكرية الاستراتيجية تبعتك اللي تهددني فيها أنا لأنه ممكن بكرة ياخدوها ياخدوها منك عطينيها والله معك روح فالتأخير اللي صار هو تخادم حسن نصر الله هرب قعد قعد بإيران وهل عم يشيل جماعته ميليشياته كزا ياخدوها على سوريا على القصير ليش القصير القصير بالذات القصير هي يعني وصلت المعبر بين الهرمل يعني لبنان الشيعية إلى حمص هذي المعبر الحدودي اللي هجروا وقتلوا فيه اللي قتلوا وعملوا فيه وحرقوا نفوس تصوروا حرقوا نفوس دوائر الدولة والسجلات العقارية كل حرقوا أزالوا القصير أزالوا سجلات وبشر وإلى آخر وجابوا فلاحين شيعة وحطوا فيها ولا تنسوا مغارة زيتا سد زيتا وبلوزة هذي والمغارة الموجودة جنب غرب القصير هذي أكبر مركز استراتيجي لحزب الله تصنيع وتخزين وإلى آخر نووي وكيماوي وطيارات مسيرة ومخدرات مخدرات برها موه من مغارة مخدرات في شارع بالقصير في ثمان معامل معامل مخدرات حبوب يعني لكن هذي متزمان يعني حكينا حكينا أنا فإذا اليوم بدوا ينقل عاصمته عاصمة دولة حزب الله اللي هي بتشمل جبال لبنان الشرقية والقلمون اللي اللي تهجروا أكتر شيء وليندبحوا أكتر أكتر شيء بده تصير عاصمتها لقصير وعم وعم يعملوا مطار فوق بطفيل وعم يعملوا في مقازم أسلحة ومصفاق وإلى آخر بين الزبداني والبنان بين إسرغايا ولبنان كل هذي المنطقة صارت سكنة لحزب الله وفتعلت إيران مشكلة بين حزب الله والنظام السوري قالوا انسحب من سوريا واكتفى بمناطق القلمون إذن القلمون هو دولة حزب الله اللي ما فيها شعب جبال وما فيها شعبه كلها مغاور هي الدولة بيخلص من ضغط المسيحية وضغط السنة وضغط كذا بالبنان وبيعمل دولته وواصل على البحر من هون وواصل من هون على البادي على هيك لتوصل للنجاف لتوصل لقوم إذن هذا الكريدور الإيراني اليوم مركز العاصمة الأساسية لدولة حزب الله على الأراضي السورية هي شو هي القصير للسبب عمين نقول هل لا جماعته على القصير هذا إذن حكينا على التخادم إيران لا تريد قتال إسرائيل تستخدمها كشعار المقاومة لاحتلال الدول العربية إسرائيل ما بد من شيء بدأ يها تحتل دول عربية وتضعفها وإلى آخر لكن بدأ يها تتخلى عن هذه الوسيلة ليش لأنه بعد حادث طوفان الأقصى تجتمع المجتمع الدولي إنه شو المشكلة المشكلة إنه في إيران عملت الوسيلة الإيرانية اللي هي حماس اللي هي حزب الله اللي هي تستخدمها بشعار مقاومة هاي الوسيلة صارت مزعجة حقيقة يعني اتحولت من وسيلة لغاية كتروا كتير يعني صارت الوسيلة غاية وبالتالي يجب إلغاء هذه الوسيلة مش إلغاء إيران ولا إلغاء دور إيران ولا أهداف إيران على الإطلاق إلغاء الوسيلة اللي بتهدد فيها إسرائيل هذا اللازم نفهم ونحن تحليليا يعني إنه إيران اليوم يجب أن تتخلى عن الوسيلة التي أصبحت مزعجة لإسرائيل وتهدد إسرائيل اللي هي حزام النار ضحت بغزة تركوا تركوا إسرائيل تضرب غزة وتبيدة متل متل ما سويت فلحتها عملتها بستام بطاطا هلأ جاء وقت تفلح جنوب جنوب لبنان والضاحي معلش يتفلحهم شو المشكلة هني شو مشكلتهم بجنوب لبنان مطلب الضاحي هني مشكلتهم بالشام وبحمص وبحلب وبغداد هونيوني هونيك المشكلة تبعتهم فالإيراني يتخادم مع الإسرائيلي بهذه الطريقة ويتناقض بالوسيلة بالجزئيات أما بالأصل هو تناغم حتى نفهمها ونحلق هلأ المشكلة الأساسية اليوم إنه إنه الإيراني وحزب حزب الله ينقل الشيء الاستراتيجي تبعه مش بس البشار حطوا وين مو حطوا لا بجنوب لبنان ولا حطوا بلبنان أصلا حطوا بالجبال السورية بالعاشرة السنين الماضية حسن ينقل كل مصانعه ومعامله الاستراتيجي ينقل يحطه بهذه الأنفاق بهذه إذن لن يكون مجدي ضرب قدرات العسكرية بنية تحتية لحزب الله دون ضرب هذه المناطق نحن هذا إخبار وإخطار نحن نحن كممثل للسورية في التحالف الدولي يعني جهاز مكافحة الإرهاق منقول إنه انتقال حزب الله قدرات العسكرية لحزب الله إلى سوريا هذا عمل عدواني واحتلال ومنطلب من التحالف إنه يستهدفوا مثل ما حقوا يعني بسوريا ولبنان كل القدرات العسكرية لحزب الله بشكل خاص الصاروقية والاستراتيجية مصانع المسيّرات وبطريق قانون المخدرات والكبتاجون والمدريش والآخرة هذه تعتبر أهداف يجب أن تضرب فنحن لاحن نقول لهم اضربوا هاي الأهداف بالسورية ما أجدوا يعني هاي اللاجئين اللاجئين اللبنانيين اللي إجوا لسوريا اللي إلا بدون إجوا للسورية لحد تدمر بيوتون حين يدلونه أعدين بالسوريا مين را يدنونهم بيوتون محد را يدنونه قطر لن تدفع وبالتالي بدون ندلون بسوريا صار لعنا الاحتلال استيطاني لبناني تمام نتبادل بدكن لقصة يعطونا الباع والجنوب نحن نأخذ صيدة وصور وانتوا خذوا صير وشو اسمه وحسية وحمص خذوا هاي دويلة للكون دويلة لنا نحن متى ما وصلنا للبحر من الجنوب وصرنا نحن المحيطين بإسرائيل ونوقع السلام ونحن جاهزين لتوقيع السلام هالحكي حكيناه بزمانه مع موس قلنا له اخي انتوا تكون تعملوا دولة علوية بالساحل حصة روسيا مثل ما عم تحكو قال ايه انه له طيب نحن بدنا بدنا ميناء موهيك قال يعني انه له صيدة وصور وبيروط عطونا صيدة وصور وبيروط تخلصوا من حزب الله ونحن شو ايه ونحن بنفتح بدنا ساحل بدنا على البحر ونحن بنوقع سلام معك نهاية وخلصته يعني ما بدك هنوقع معك سلام هذا السلام قال مشروع ممتاز نالوا ايه شو قال شيك هانتز يعني اتفقنا فيا حسن يا غبي كل الشيعة في سوريا ولبنان مع اللي جبتوهن وسكنتوهن وهجرتوهن والميليشيات وتغيير السجلات كلهم بيطلعوا مليون ونص مليون ونص بيطلعوا هيك يعني قدوا ما يعني يعرفت شو يعني هل قد وين عم تلع عم يلعبوا فيك يا غبي يا غبي عم يلعبوا فيك عم يضربوا هاد بهاد 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 لا يلعبوا فيك في النهاية لن يوقع السلام إلا مع العراب السنة ثلاث دول أساسية هي مصر السعودية التركية ما بيصير سلام بالشرق الأوسط بلها والسورية هي مفتاح السلام وهي المعنية في هذا السلام هذا الموضوع بدك تفهمه إنه الشعب السوري هو المعني في أن يغير طبيعة إسرائيل من دولة جاي على عقلية استعمار غربي إلى دولة ترجع لعقلية التعايش التاريخي المشترك اللي هو الجزر الأساسي للسلام اللي هو التعايش المشترك بين هذه الثقافات وتراكمها فوق بعضها نعملكم حلقة تانية عن كيف كانوا كيف كانوا العرب واليهود والمسلمين واليهود والمسيحية عايشين مع بعضهم كيف كانت حضارة العالم كلها تقوم على هذا التعاون ومتى بدأ تزوير التاريخ وانقلابه من انفصال الكنيسة بروما عن كنيسة القسطنطينية وتحالفها مع الجرمان اجت ناس جديدة مختلفة معادية للشرق كله بربر يسمون الغاليين الغربيين هدول البربر اللي اجوا الجرمان هن اللي ألبوا والقسم من اليهود اللي اتحالف معهم هو اللي اجا يعمل دولة اسرائيل يعمل كذا بينما القسم التاني كله كان ضحي وبالتالي اسس السلام مختلفة تماما بالثقافة وبقراءة التاريخ والجغرافية فنحن عندنا استراتيجية واضحة يعني للسلام وعلى اسس اسس واضحة وللتعايش المشترك انتوا بالذات طالعين نشاز طالعين نشاز وطلعتوا خارج السياق ورحتوا مثل ما مراحوا بزمانهم تحالف الصفوي الصليبي اللي رجع رجع العاش اللي هلأ جزء منه اليمين الاسرائيلي وجزء منه ايران قم وجزء منه حزب حزب الله والعقلية العنصرية الاوروبية الاستعمارية هدول التلاتة اليوم متحالفين مع بعضون يتخادموا مع بعضون عملية السلام يتفكيك هذا التحالف بمفاهيم جديدة ومختلفة للعيش المشترك ولتاريخ هذه المنطقة المهم فاللي موجود حاليا هو مؤقت وزائل ولن يكون مستمر لانه الاساس فيه تراث تاريخ جغرافيا بشر الى اقريب هذا هو الاساس ما بتحسنه لا انت ولا غير كنت تلغوا الاسلام ولا تلغوا العرب ولا تلغوا السنة عرفتوا كيف وفي النهاية كل هذه الالاعب مؤقتة لفترة زمنية بسيطة ولن تؤثر على البنية الاساسية للمنطقة ولهويتها لو بتهجوا عشرين مليون سوري بيطلع غيره ما في ما في ادامكم امامكم فرصة حقيقية للانتصار لا انتو ولا اليمين اسرائيل فاذا اشعار واختار للتحالف الدولي بان هذا الانتقال هو عمل عدواني على سوريا والشعب السوري سيتعامل معه عاجلا ام اجلا ونحن يعني شمتانين باللي هجروا بهذه السكاء نحي يتهجروا مثلنا ستصيروا لاجئين مثلنا ستصيروا لاجئين مثلنا وتصيروا استيطاني مثل اليهود اللي يجوا استوطنوا المستوطنة الشيعية في القصير وهذا لعبة التغيير الديمغرافي وكذا ستنقلب عليكم انتم الأقليل الصغير جدا هي يتبع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة